اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتسبيحنا ونفرح في يسوع المخلص اللي ولد اللي جاء وتجسد في أرضنا ونقول له يا رب تعال املأ قلوبنا دفق قلوبنا بحضورك بنعمتك الغنية فالأسبوع القادم بنعمة الرب عندنا يوم خاص وأيضا يوم السبت بعد بكرة عندنا برنامج خاص للاولاد احتفال للاولاد للميلادي فمنصلي انه بيبعثوا ولادكو تعالوا رح بالأهالي خلينا نيجي كمان ونزرع كلمة الله في أولادنا ونحضرنا هدايا حلوة تعالوا حتى هيك بالولاد كمان تفرح بولادة الرب سوع المخلص نعمة الرب في هذا المساء رح نتابع آخر فقرة لهاي الموسم عن دراستنا حول موضوع في غاية من الأهمية كلنا عايشين فيه تحت عنوان كبير اسمه الصراع الروحي الصراع الروحي الأسبوع الماضي حكينا عن هذا الصراع وحكينا عن التجربة وعن المجرب وكيف يجربنا وكيف انه احنا نقدر نتحرر من هذه التجربة من خلال ثلاث أصعدة من خلال حربنا على أرواحنا أو عن نفوسنا أو على أجسادنا وكيف نقدر انه احنا نعلن حضر حرية من خلال كل تجربة إبليس بجربنا فيها اليوم رح نتحدث أكتر عن صفة أو لقب آخر بحربنا فيه هو المشتكي كونه المشتكي ففيه صراع احنا عايشين فيه تحت غطاء هذا المشتكي والأجل هذا الأمر نحابب نقرأ من إنجيل من سفر الرؤية صاح 12 وعدد سبعة وطبعا نحن عم نعيش في أيام صعبة في هذه الأوقات نعيش في أيام صعبة في هذه الأوقات اللي فيها منشوف صراعات ومنشوف حربات ومنشوف أمور كتير عم بتحاربنا وعم بتواجهنا لكن الرب يعطي نعمة حتى نقدر نتخطى كل التحديات كل الصعاب اللي بتواجهنا رؤية 12 سبعة بقول وحدث حرب في السماء فالحروبات بش بس بس على الأرض كمان في حروبات بالسماء في الأجواء الروحية في معرك دائري قلنا 24 ساعة سبعة أيام الأسبوع فالعدو بحارب وملائكة الرب تحارب وشعب الرب حارب حربنا روحية حكينا بتوسع وحدث حرب في السماء مخائيل وملائكته حاربوا التنين يعني الشيطان وحارب التنين وملائكته ولم يقوا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان أربع ألقاب حكينا عنهن الذي إيش بيعمل يضل العالم كله طرح إلى الأرض وترحت معه ملائكته فهو بيعمل عمل الضلال هدفه أن يضل الناس عن الحق ويخليهن يمشوا في الضلال في الظلمة ويصيروا عكس ما يريد الله أن يكونوا به عدد عشرة بقول وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا فهو مش بس بيضل العالم لكن هو إيش بيعمل لقب آخر المشتكي الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا آخر آي بتعزينا بتقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت قولوا مع بعض وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت أيضا من رسالة يحنى الأولى أصحاح الرابع رسالة يحنى الأولى الأصحاح الرابع وعدد ستة يحنى الأولى أربعة ستة نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا بقول يحنى ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال فيه روح الحق هو الروح القدس روح الحق المعزة وروح الضلال هو روح إبليس اللي بيعمل في أبناء المعصية اللي هدفه يضل العالم كله ويقود العالم إلى الهلاك البحير نهاية مصير الأبدي والنهاية الأبدي لهذا العدو هو إيش؟ البحيرة المتقدة بنارو كبريت هي لإبليس ونبلائكته وليس للبشر لكن راح ينضلوا راح يمشوا في طريقه مصيرين راح يكون معاه لكن شكراً أنه إحنا أبناء نور بليس أبناء ظلمة إحنا أبناء حق والرب أنار لنا الحياة والخلود وأعد لنا ما لم ترعين ما لن تسمع به أذن ما ليخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه كل ما قربنا للنهاية كل ما الحد الفاصل صار واضح بين الظلمة وبين النور بنفعش تمشي بالتنين بين النص ولازم تختار إما تعيش بالنور مع الرب مع ولاد الرب أو تعيش في الظلمة تحت سلطان الشيطان والرب يعطينا نعمة حتى نفهم كيف نحية حياة منتصرة ما نسمح للعدو إنه يضحك علينا أو إنه يضلنا أو إنه يخدعنا لكن باسم يسوع الرب يعطينا أن نعرف الحق والحق يحررنا مبارك اسم الرب سوع فكيف بيقدر إبليس يضل الناس من خلال الكذب من خلال الخداع من خلال إنه يعطيك تعرف أنصاف حقائق إيش صح وإيش غلط مخلطة مع بعض يضحك عليك ويخدعك قال عنه يسوع لما انتحاجج مع الفرسيين في يوحنة إنجيل يوحنة الصح 8 عدد 44 قال لن أنتم من أب وهو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا بيحكي عن إبليس بقول ذاك كان قتالا للناس منذ البدء هو الأوم قيين على هبيل بقول ولم يثبت في الحق لأنه هو كان قبل ما يكون شيطان كان رئيس ملائك لكن تكبر لم يثبت في الحق سقط لم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق متى تكلم بيحكي عن الشيطان بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه إيش كذاب وأبو الكذاب عند الرب فيش كذبة بيضة وكذبة سودة وكذبة أول نسان الكذبة كذبة والشخص اللي بعيش حياته كذب بكذب مين أبوه؟ أبو الكذاب اللي هو إبليس لأنه كذاب وأبو كل كذاب فاللي عايش بالكذب والغش والخداع شائم أبا أدرك أو لم يدرك أبوه إبليس لكن اللي بعيش بالحق اللي بعيش بالنور هو تحت سلطان مين؟ الرب الإلهي الحي همين؟ فإحنا ما نغن خداع ما نعيش تحت هذا الخداع كيف خداع؟ وبيبدا في البداية كيف خداع الشيطان حواء؟ من خلال أنصاف الحقائق من خلال أنصاف الحقائق كيف يأتي الجزء؟ بيعطيك أول جزء صح؟ تقول لا بتعرف بتصدق مزبوط اللي بيحكيه عمبي اللي بيحكيه مزبوط بعدين بيحط السم في الصح وبيحكي الغلط وبيخدعك تعال نرى كيف خداع يعني حكينا قرناها الجمعة الماضي كيف خداع الشيطان حواء في تكوين 3 و 1 قال لا أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة أول شيء بيبدأ يفتح معاك حوار هذا الحوار بش بصوت مسبوح لكن بعقلك أنت بعقلك بتصير تفكر في أشياء وراح أعطي أمثلة عملية عشان تشوفه قديش الاشي حقيقي ونعرفش أنه هذا صوت إبليس الله بيحكي معنا الشيطان بيحكي معنا وإحنا بيحكي مع حالنا فلازل نعرف هذا الصوت من مين ولما تشوف الإشي مش مزبوط اسأل حالك مين عب بيحكي معاي منين أجت هاي الفكرة فهو بيحكي عن بيقول أنه حربنا مع أرواح الشر الروحي بيقول إيش سهام الشرير الملتهي بقفوس الستة 12 هذه السهام الملتهبية أفكار بتيجي على عقلك وحتى وإن أنت قاعد عم بتفكر بتقول في أفكار بيقول منين أجت هاي الفكر ليش هاي الفكر أجت على رأسي بقول إيش ترس الإيمان الذي به تطفئ جميع أفكار الشرير الملتهبة يمكن عم بتفكر على واحد وأجتك فكر وصار في سيناريو وفارط في معركة في داهر فكرك وأنت عم تطلع عليه ولا كأنه ولا أحد عارف في الموضوع غير أنت وطبعا العدو والرب فمهم نعرف أن هذه معارك بتكون بداخلنا ونرى فون حوى لغلت في هذه وبلشت لمنهية بتصارت تأخد وتعطي الشيطان أشتر منك مليون مرة لأنه منذ البداية موجود وهو عنده خبرة غير عادية فهو يعرف يتجادل وبعرف يقنعك إذا أنت ما كنتش فاهم وإذا أنت أخدت وعطيت معاه في الكلام قالت له لا أنا ما قالش هيك الله لا نحن من كل الشجرة من وكل معادة من شجرة معرفة الخير والشر رد عليها إبليس قال لا لن تموتا بل إنه عالم أنه يوم تأكلان منها تسيران كالله عارفين الخير والشر إبليس أعطى أول نصف حقيقة إيش النصف الصح الله لا يريد حوى أن تأكل من الشجرة قاله صح وقال لنا الرب ما تأكلوش من هاي الشجرة بس النصف الغلط اللي قاله أو النصف الخاطئ قاله إيش لأنه الله قال لليوم تأكل من هاي الشجرة موتا تموتا قاله لا مش رحيتموتوا أو قالكم ما تأكلوش آه بس مش رحيتموتوا فأول جملة قاله صح ثاني جملة قاله غلط هي صدقت أول جملة وظلت مكملة معا على ثاني جملة ومعها إيش حطلت طعم بل تسيران يوم تأكلوا منها تسيران كالله عارفين الخير والشر ضرب صهم كبرياء وقالله مخبع عنكم وقالله وبدوشي بريك وبس إيش أنا جاء ساعدك فأقمعها وأكلت وسقطت كلنا بنعرف القصة بصير معنا أشياء كتير مشابهة وبيبدا الشيطان يحط فكرة وبكون بنيها على إشي معين وإنتي مش بدرك هذا الإشي وبتصير تأخده طعطي معاه بالحكي وهو بصير يبني سيناري يعني هو ملك الدراما ملك الدراما قبل فترة صار في معاي شغلي في واحد يعني شخص معين وبعد الاجتماع لحظت أنه مكشر حاولت أشوف كذا وفيه إشي من قبل كان فبلش إيش العدو أكيد زعلان منك أكيد أحكيكم شو أنصار معاي أكيد هذا كله وين بيكون مش بيجي بيسمع صوت بفكرة أكيد زعلان منك كل الحق عليك أنت اللي عملتو أنت اللي سويتو طلع طلع كيف إسه هو وبصير يدينك وبعد ما بيدينك كمان شوية أنت بتكون متطالع متعزي بالاجتماع وعم بتسلم على الأخوة أنت ماشي شغال بس في معركة جوة دارة محداش عارف فيها وانت فرحان متعزي تطالع بالاجتماع بضرب ساهم بغم قلبك بصير عندك بيت تحزن وشوي هيك تبليش وكذا تبليش هيك يعني هو شو أنا شو أنا عملت معاو شو أنا ما عملتش معاو عدين بيجي إيش الشيطان بيستهم تاني إيه وعمره ما ما ضحك معاك وشو إذا ما تطلع وإذا ما لكاش مرحبا شو شو خليه ودير ظهرك أنت قوله تقوله مرحبا وما تهتمش فيه وما تعبرش وما تعطش وبيصير إيش إحردك عليه وإنت بقلب هذا كله وين بدور فالبطيخة هاي وإنت معكاش خبر في الموضوع وإنت بيش مدرك إنه هذا العدو وإنت بمعرك أنت بيش فاهم أنك أنت بمعرك شو الحل الحل روح يسأله روح سلم عليه حكي معاه وأغلب المرات 99% بيطلع لا يوجد شيء قال لي أنا تعبان روح تعبان تعبان كان عندي شغل ومروح تعبان لا يوجد شيء كلها دراما سيناريو إنحط ويا ما إحنا بنضحق علينا قصص من هذا النوع وبيصير الشيطان يبني اليوم الخميس هذا صار هيك بعدين بيرتب لك بيهندز لك موقف اللي كمان بيبني عليه وبيبني عليه وبتصير قصة طويلة عريضة وهو في الشيشة فبننتبه إحنا كيف المشتكي بيشتغل وكيف إحنا نتعامل مع بعض بالطريقة اللي نفضح مؤامراته ونخرب كل خططه تفشل كل مؤامراته ونقدر نغلبه وفي عقر داره في اسم الرب يسوع المسيح شيء فاهم فاهم الاستراتيجية والقوانين وعارف انه عضل الله اللي بتنازلش عن عدله فهو بيعرف كيف يعني زي وكيل النيابة كل شغلته ايش يعمل زي ما قلنا المجلوب على الماضي بيجربني بيجربني حتى أسقط في الخطية في اللحظة البسقط في الخطية ايش بيعمل بيطلع وين بيطلع يشتكي علي عند الاب عشان يأخذ الحق الشرعي بناء على عدل الله وينزل ايش يعاقبني ينزل يأزيني لكن باسم يسوع اليوم نتعلم عشان نقدر نقول مع يسوع في يوحنى 14 30 لأن رئيس هذا العالم يأتي إلي قول معاي وليس له فيا شيء ما بيلاقيش إشي يشتكي علي فيه في اسم الرب سوع المسيح إبليس اسمه المشتكي يشتكي علينا في ثلاث محاور بيجربنا بثلاث محاور وبشتكي علينا بثلاث محاور يشتكي علينا إلى الآب السماوي وبعدين بتشكى على الآب السماوي لإلنا وبعدين بتشكى بيخلينا بتشكى لنا على بعضنا البعض فبيشتغل هي طالع نازل وقفقه نمرة واحد يشتكي علينا أمام الله طول اليوم الشيطان داير يدور على غلطة عشان يشتكي علينا فيها أمام الله بروح عند الله بقولك شوف ولادك كيف عم بيعملوا شوف كيف عم بيحكوا عبعد شوف كيف عم بيتزاعلوا مع بعض بتقاتلوا بيغلطوا كيف يمبهدلين الدنيا وكيف طلع روح شوف عم بيعملوا في الفيسبوك فروح بيشتكي علينا قدام الله في أمور تصرفات لا طليق احنا بنعملها أشياء احنا بنعملها أشياء حدا بعرفها وحداش بعرفها لكن هو شايفها بيشتكي فيها علينا وبإيش هدفه عشان يطالب عدالة الله ويقول له بأي حق انت بتسيج حواليهن بأي حق انت بتدافع عنهن بأي حق انت بتسامحهن وبتباركهن وين عدالتك انت إله عادل ولازم الدين هنا لأنهن غلطانين انت بس ارفع عيدك شوي خليني أنزل أنا أعاقبهن وأرجيك أربي لك إياهن وأرجيك كيف أنا بعمل وكيف أنا بسوي فالشيطان عامل متل وكيل النيابة اللي بروح عند القاضي العادل الله وبيرفع قضية ضدنا بيشتكي علينا عشان يسمح الله إله إنه ينفذ الحكم ويأذينا والعقاب نتيجة الغلطة اللي إحنا أعملناها هذا شغله الشاغل ومنشوف هذا بكل وضوح في قصة أيوب أيوب بقول يعني الشيطان مغطاف من أيوب قاعد يدور على الثغرة قاعد يدور على غلطة لأيوب ودور دور دور وبالآخر إيش قدري للاقي شغلة شو الشغلة لما نراح عند الله قال له من قال له الله من وين أجيت من الجولان في الأرض قال له نعم والله عارف لإيش جاي قال له هل وضعت قلبك على عبد أيوب ليس مثله في كل الأرض شو رد عليها إبلي شو الحج اللي بد يدخل من خلال هالعدو يشتكى على أيوب قال له أمجانا يتقي أيوب الله هو أساسا يعني عام ماشي معاك وعم بيعبدك وبقدم لك ذبايح يعني بلاش ما أنت منغنغه ما أنت مباركه مبارك صحته مبارك أولاده ومبارك ممتلكاته مبارك البزنس تبعه يعني كان أيوب من أغنياء الأرض ارفع إيدك شوي أعطيني بس أنا هيك أخبط فيه هويتين ثلاثة وشوف كيف رح يجد في وجهك يعني هو مش عشان بيحبك بيعمل هيك لكن عنده مصلحة قال له إيش أمجانا يتقي أيوب الله لأ حجي طبعا مش كلها بصير معنى هذا الإشي صار مع أيوب مش كل واحد أيوب لكن هنا منشوف إنه الشيطان يبحث عن ثغرة حتى يشتكي فيها علينا عشان ليك مهم نعرف في كل مرة أنت غلطت أو عم تغلط تذكر أنه في اللحظة أنت بتغلط هو قاعد بالمرصاد عشان يوخض الغلطة يتشك فيها عليك يمكن هذا شوي بردعك تبطل تغلطي كتير يا رب تعيد للعشرة تعيد للعشرة عشان يأخذ حق شرعي أنت عملت غلطة أسأل تدفع الثمن شو نعمل ما هو الحل عندما نخطئ كتابة خلناش متركين هيك تحت الوضع الصعب لكن أعطانا حل شو بقول في يوحنى الأولى تنين واحد يقولوا مع بعض يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد لنا شفية عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطيانا ليس لخطيانا فقط بل لخطايا كل العالم ليش بقول في يوحنى الأولى واحد تسعة لأنه إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم ليس إثم أو إثم لا كل إثم يوحنى الأولى واحد سبعة ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من إيش من كل خطيانا فقبل ما يوصل إبليس السماء في اللحظة التي تخطي شو بيعمل بضرب كيك دون بيطلع دوري على محكمة عضلت الله عشان يتشكي عليك أنت شو تعمل انزل على ركبتك قوله يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بتوب قدامك اغسلني بدمك أنا برجع إليك أنا بتوب إليك اغفر خطياني اغفر أثامي أنا برفض الخطياني من حياتي في اسم الرب سوع المسيح بدخل الشيطان جاي أنا عندي ما يوحي عندي أشتكي على فلان الفلاني اللي أنه عمله لأنه سوه لأنه كذا أمام عدلت الله بطالب العدالة بأن تنفذ القانون بأن يعاقب هذا الشخص وتعطينا الحق الشريع أنزل أعاقبه مين قعد عن يمين الآب يسوع المسيح الجالس عن مين العظمة في الأعالي يشفع فينا يقف يقول فلان غفرت خطياني لأن دمي طهر هو تاب ورجع وأنا دفعت ثمن خاذي الخطياني مسبقا قبل ألفين سنة فعلى حساب خاطر دمي خطياني تصدر المحكمة الحكم النهائي سقطت دعوة الشيطان لأن فلان مبرر بدم الرب يسوع المسيح يعود العدو العدو أدراجه خائب أمل عشان ليك بقول الكتاب من سيشتكي في روميا زي ما قرناها الجمعة الماضي روميا ثماني يقوله مع بعض من سيشتكي على مختري الله الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا أيش بيعمل يشفع فينا مبارك اسم الرب سوع لما نطلب الغفران آمن أسدق زي ما قلت ترتيلي خطيايا محاها الدم إبليس لن يؤذيني مش راح يقدر لأنه خطياي محاها الدم في ميخة سبعة ثماني قال إيش لا تشمتي بيا عدوتي إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة الرب نور لي خليك ثابت واثق مرة غسطينوس أجا له الشيطان بحلم وبعم يعني قال له أنت عملت وعملت 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 قال لأغسطينوس ممكن أنت شوية شيطان ذكرتك آخر مدة مش كتير قوي أنا مش بس هدقل خطايا عملت أنا عملت أكتر وعملت وعملت بس لأقول لك إيش واحد دم يسوع المسيح ابنه طهرني ويطهرني من كل خطي خطياي مغفورة خطياي مغسولة بالدم الرب ترحى في بحر النسيان لا أعود أذكر خطياكم ولا تعدياتكم فيما بعد فما في شيء تشتكي به علي لما إبليس بيفشل بأنه يشتكي علي من فوق شو بيعمل بيعمل استراتيجية معاكسة فهو نمرة اثنين يشتكي على الله إلنا فإبليس بيجي إيش بيقول في أعمال 14-22 أنه بديقات كثير ينبغى ثقوا أنا قد غلبت العالم كنا معرضين كبشر عايشين في عالم ساقط نمرق في الصعاب في مشاكل في ضيقات في تحديات في أمور شوف الرسول بولوس قديش يتحد المرأ بالصعاب في مشاكل متنوعة هذا شيء طبيعي فلما أنت تمرق بضيقات ومشاكل وصعاب بيجي العدو بيعمل بيبدأ يشوه صورة الله في نظرك وبيبدأ يضرب سهام على صلاح الله هو وين من الرب اللي بتعبده ليش هو مش بيهتم فيك ولا بيساعدك بيجي 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 لو الله صالح مكان صار معاك كل هاي المصايب والمشاكل أو بيجي 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 صليك ستيني تصلي والله ما استجب لك صلاتك الظاهر ربنا بيحبكاش خلص ليش تصلي أو إيش بيجي شوف جرانك هذوك اللي هن مش بنفس الدين شوف اللي بعرفوش الله كيف متبركين وهي سيارة أحسن من سيارة وولادن وعندن ودور وعمار وكذا وشوف وضعك المادة انت شوف صحتك كل مالك لورا وين راحت كل صلواتك تعرف أنا بقول لك شو إبليس بقول لو حقيقة الله بيحبك ما كان بيقبل انه يكون وضعك هيك لو الله بيحبك قول لك انت يمكن كنت ساكل في بيت أحسن شغلك أنجح ولادك متبركين صحتك أحسن بس واضح انه الله ما بيحبك بتشك على الله لإلك في عقلك بدون ما حدا يعلم أو ايش كمان بتشك وبصير يقارنك مع الآخرين شوف أخوك المؤمن فلان طلع كيف حالته أحسن منك وكذا الظاهر بيحبه أكتر منك بيقارنك مع غيرك وبصير كل الموضوع يشتغل على السيناريو وانه يقنعق انه الله مش صالح والله بيحبكاش وأبصر شو عامل أو بيجي بدينك أبصر شو عامل انه هيك بيعمل فيك وهيك ما بركاش هدف إبليس من الشكاي حتى تفقد ثقتك وإيمانك بأمانة وصلاح الله هو بيشتل على هذا الموضوع تفقد ثقتك وإيمانك بأمانة الله وبصلاح الله ويخلينا نشك في محبته لنا تصير تقول أبصر إذا الرب بيحبني أبصر إذا الرب بيحبني شو نجاوب هاي معركة كيف نغلب فيها أول رد لازم نجاوب فيه هذه الأفكار اللي بيحطها إبليس أول إشي لما تيجي هالأفكار قوله إبليس انتي كذاب وأبو الكذاب أنا بنتهرك وبرفض أفكارك في اسم الرب بسوع المسيح ها أول نقطة بعدين بعلن أنه إلهي صالح وإلى الأبد رحمته وهو أمين وصادق في موعيده بقوله يا رب حتى لو بقوله إبليس حتى لو الرب ما بركني في الأرض وشو ما صار فيه هون بكفيني أنه المسيح مات من أجل على الصليب وخلصني وإلي حياة أبدي وأنا طالع على السماء وإلي مراث سماوي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل وأنا ابن للرب بعد ما كنت عبد للخطية وأنا وارث مع المسيح وجعلني ملك وكاهن للمسيح اعلن هويتك في المسيح قاله بكفي لو أني كنت أنا الخاطل وحيد في الأرض لكان المسيح دزل واتجسد ومات من أجل على الصليب وفداني هذا بكفيني هو بحبني لهذا المقدار أنا برفض أفكارك يا إبليس في اسم الرب يسوع المسيح قل له معي بركة الرب تغني ومعها لا يزيد معها تعب وارك اسم الرب يسوع عشان هيك أنا أنا بتقول ترنيمي أنا للرب أهتف له من كل القلب على حساب النعمة صرت له وهو لي على حساب النعمة سترت خطيتي مبارك اسم الرب سوع ما تسمح لأي أفكار تشوش وتشوه صورة الله في نظرك لأنه هذا اللي يشتغل عليه العدو أنه يشوه صورة الله طيب ما نجحش إبليس لا في هاي ولا في هاي شو بيعمل بيحاول يخلفنا بعض يشتكينا بعضنا لبعض يشتكينا بعضنا بيحاول يدخل بناتنا بيحاول أفكاروا علينا عشان يخلينا نشتكي على بعضنا البعض هدفه إيش يعمل يفرق بين الإخوة المؤمنين حاول إنه يضعف وحدتنا معا لما نكون معا إحنا أقوى منه هدفه إنه بدل ما إحنا هو يحاربنا يخلينا إحنا نحارب بعض هو إيش يحمي الدف تعرف الحمي الدف آه يلا اضرب ويجي هون حمي على هذا ويجي هذا حمي على هذا وإحنا إيش نخبط في بعض ونحارب بعض ونهاجم بعض شو بقول في يعقوب 13-16 لأنه حيث الغيرة والتحذب مين بيجي بالغيرة أرواح الغيرة بضرب سهام غيرة والتحذب بيفس الشي بضرب غيرة وتحذب أو بحط الغيرة والتحذب حيث الغيرة والتحذب هناك التشويش وكل أمر ردي بيقول في يعقوب 4-1 من أين الحروب والخصومات بينكم بيحكي مع المؤمنين من أين الخصومات والحروب أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم بيستخدم الإنسان العطيق الطبيعة الأديمة وبيستخدم الذات الأنا والكبرية عشان يحاربنا ويخلينا نتخاصم مع بعض بيقول في يعقوب 4-11 لا يذن بعضكم بعضاً أيها الإخوة ما حداش يذن التاني الذي يذن أخاه ويدين أخاه يذن النموس ويدين النموس إن كنت تدين النموس فلست عاملاً بالنموس بل دياناً له فمن أنت يا من تدين غيرك هداش إحنا من دين بعض وإحنا مش عارفين ومدركين شو نعمل يا يعقوب يعقوب بيجاوب يعقوب 5-16 بيقول إيش اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات أنا غلط مع أخوي بروح أقول له أخيها سامحني أنا أخطيت إليك أنا تصرفت أنا تصرعت سامحني توضع مهمش إذا من توضع ومنغفر لبعض بوعدين إيش اسمح لي أصلي لك صلوا بعدكم وصلوا بعدكم لأجل بعض ليش لكي تشفوه شو بيسي ليش حط الشفاء هم مربوطة إنه مرات كتير بعض الخطايا سببها بعض الأمراض سببها إيش خطايا فلما الخطيئة ترفع وتغفر ينفك المرض ويأتي الشفاء تيجي البركة منبارك بعض بركة الرب تحل على حياتنا لما نطلق بعض منبارك بعض منسامح بعض بدل من نحكى على بعض بدل من نذنف بعض بدل من ندين بعض ونشتكي على بعض بقول يا عقوب خلينا نواجه بعض بالمحبة نعترف لضعفات بعضنا البعض ونصلي بعضنا لبعض نحن الشعب العربي بشكل عام شعب بحبش يواجه هيك تربينا لدينا موضوع هاي المواجهة مشكلة كبيرة أو إيش بنيجي بنعمل طوشي يعني بكون تفرام بفتح التليفون لا بخلي ولا ببق يا إنو إيش بتجرأش أروح أواجه فبروح إيش بحكي عليه في ظهره لفلان وفلان وفلان تحت شعار عم بفش غلي فشو بصير بكيف عمك شوش وليش لأنك أنت عم تعمل شغلك عم بتنم وعم تشتكي عليه وكل الناس بتعرف القصة مع هذا هو وإيش وتحت إيش إيش بتقولش لحدا بينه وبينك بينه وبينك وبينه وبينك طج الشك تعرفوها القصة هاي طج الشك كل العالم عرفت إنه الشك طج كل الناس عرفت القصة طبعا كانت قبل القهون ضل محصورة في ناس اليوم إيش صرنا نكبر الموضوع بنزله على السوشيال ميديا فكل الدنيا بتحكي بقصتنا وهذا بيحكي وهذاك برد وهذاك بيجاوب وهذاك برد في ضيحة بجلاجن والشيطان إيش عم بيعمل عم بيحمد دف وبيزقف لك براو عليك بيج لايك ليش عم تشتغل شغله نشتكي على بعضنا البعض نحارب بعضنا البعض هو بتفرج تحت شعار فرق تسد شو نازم نعمل طريقة صحيحة واجه بعض بالمحبة من كم منحتاجين ننكن المحبة بعضنا البعض منحتاجين نقبل ضعفات بعضنا البعض منحتاجين نصغي ليش هو هيك عمل افهم انت ما وراء الحدث اكيد كان في سبب من شانه أو هل هو أصد اشي ولا ما أصدش اشي فالأمور فيها شوية تفاصيل منحتاجين إحنا يكون لدينا قلب متسع نسمع نصغي نفهم نتفهم بعضنا البعض لأنه إحنا شخصيات مختلفة عن بعض نحتاجين نسأل دائما أنفسنا شو السبب اللي هو عمل من أجله هيك يمكن هو ما أصدش هيك أو يمكن هو تسرع أو يمكن هو خلينا نشوف شو الدافع حلو إنه أروح أتفاهم معاه على الرواء لما أنت طفران تروحش تواجه استنت تترو بعد نروح احكي معاه عن الرواء بالمحبة لديك الجرأة خذ معك كمان واحد أو تنين روحوا حل المشكلة لا تغرب الشمس بقولي كتاب على غيظكم وبقول بأمثال تذكر ثلاث شغلات وبختم فيها بأمثال ست ست عشر هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهته نفسه ست شغلات كوم والشغل السابعة كوم تاني شو لنه ست شغلات الرب يحبنش عيون متعالية كبريا لسان كاذب أيدي سافكة دما بريئا قلب ينشئ أفكار شريرة أرجل سريعة الجريان إلى السوق شاهد زور يفوه بالأكاذيب والسابعة اللي هي مكرهة عند الرب زارع خصومات بين الإخوة ببساطة واحد بيشتكي وبنقل شكايات ونقل حكي نمام ويزرع خصومات بين الإخوة بيعمل شغل الشيطان شيء الثاني اللي يجب نتذكروا إبليس هو المستفيد الوحيد من الشكايات بيدخل بين الطرفين عشان يحمي ويكبر القصة مرات بتكبر الشكايات وبتصير فضايح بجلاجل ثلاثة تذكر إنه كل الإخوة اللي آمنوا في المسيح كل اللي اشتراهن يسوع اللي بتحبن وبتحبنش اللي بتطيئن وبتطيئنش يسوع اشتراهن بأغلى ثمن في الوجود وهن ولاد الرب قلت آه ولا قلت لا دورك تحبن دورك تقبلهن طبعاً تحبن مش شرط يكون عندك شركة يعني حميمة بس إيش ما يكونش في قلبك أي بغضة أو كراهية أو رفض لإلهن لكن كون اقبلهن كأخوة في المسيح يسوع مهم جداً إنه نعرف إنه هدول جزء من عيلة الرب يسوع جزء من عروس المسيح جزء من جسد المسيح وإذا أنت بتحكي عليهم أنت عم تحكي على جسد الرب وعم تجرح في جسد الرب وعم بتهين فمهم جداً نعرف هذا الإشي والرب دعانا أن نحافظ على الكنيسة نحافظ على بعضنا البعض نحتمل ضعفات بعضنا البعض نحتوي بعضنا البعض نحامي عن بعضنا البعض نحمل أثقال بعضنا البعض نغفر نسامح نبارك نحب نتعامل مع بعض برحمة ونعمة وطول أنا وتواضع مقدمين بقولي كتاب بعضنا البعض بالكرامة حابب أختم معكم بكمان فقرة نوقف إذا ممكن ونقراها مع بعض بتسالونيك الأولى الصح 5 عدد 12 تسالونيك الأولى الصح 5 عدد 12 بقول ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعمون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم كثيراً جداً في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضاً ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع أنظروا أن لا يجازي أحد أحداً عن شر بشر بل كل حين اطبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع إفرحوا كل حين صلوا بالانقطاع أشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن امتنوا عن كل شيء بشر قول مع بعض وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح له كل المجد إلى الأبد أمين يا بان السماء ونشكرك من كل القلب لأنك أنت الإله الحي اللي بتدافع عنه أنت الشفيع اللي بتحامي عن كل يا رب بسوع يا رب شكايات العدو اللي بتيجي على حياتنا علمنا كيف نتعامل مع بعض بالمحبة علمنا كيف نطبق هذه الكلمات في حياتنا العملية ساعدنا نتدرب ساعدنا يا رب بسوع يا رب نغلب أنفسنا نغلب يا رب إذواتنا وكبرياءنا وكيف يا رب نتعلم منك يا من أنت توضعت وقتيت ولدت في مذوض حقير نتعلم كيف نتواضع وكيف يا رب نرفع بعضنا لبعض وكيف نبارك بعض وكيف يا رب نساعد ونشدد بعضنا لبعض وكيف يا رب نتعامل مع بعض بالطريقة اللي بترضيك بالطريقة اللي أنت علمتنا يا رب صلي من أجل هذه الرسالة وهذه الكلمة وهذه التعليم أن تكون سبب فايدي لأرواحنا ونفوسنا وحياتنا حتى يا رب يأتي إلينا الشيطان ولا يجد فينا شيء وحتى يكون كل ثغرات حياتنا مغلقة محكمة والعدو لا يستطيع أن يحاربنا أو يهزمنا لكن نكون فيك غالبين فيك ممنعين ومحصنين لأنك أنت حصنا أنت يا رب سوع صخرة خلاصنا بارك يا رب على شعبك وعلى هذه الكلمة وإطلقنا من هذا المكان بملء البركة والقوة والمجد والحمد والشكر بإسمك الغالي نصلي ولإسمك نعطي كل مجد واسمعنا عندما ندعو قائلين أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوته لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطني اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد مع بعض والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا تدوم فينا أجمعين إلى أبد الآبدين أمين ثم أمين ربي بارككم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر